سهلاً خير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية في السادسة طبعاً حضراتكم عارفين من ساعة منتهت مباراة الإسماعيلي اللي الأهلي فاز فيها بنتيجة 3-0 وقدم الحقيقة عرض في شرط التاني أكتر من مطمئن وأكتر مش هقول رائع الحقيقة لسه الأهلي على الروعة شوية بس الحقيقة بنتطمن مطش عن التاني على الفرقة وبنتطمن على مستوى الأداء والنوقت دي الحقيقة أمر محصوم يعني كلمت حضراتكم أنه إحنا بعيد جداً وعشان كده كنت ببرك لحضراتكم أنا وصارة مبروك مقدماً إن شاء الله بإذن الله درع الدوري في الجزيرة الأهم من كده أنه من ساعة ما قفلنا صفحة الإسماعيلي فتحنا صفحة الاتحاد والفريق مستمر في معسكر مغلق بيستعد طبعاً لمطش بكرة اللي إن شاء الله بإذن الله نفوس فيه ونحسم الدوري إحنا مش مستنين حاجة من حد إحنا بنحسم كل حاجة بأدينا لكن زي ما قلت لحضراتكم الأهلي قدامه مشوار مهم جداً ودايماً واحد من أهم الحاجات اللي بتحفز اللعيبة أو بتدي شحنة كده إيجابية للعابين هي القدرة لكل جيل بين كل جيل والتاني دايماً فيه منافسة في الأهل البطولات بتيجي طول الوقت لكن إزاي تحط إسمك أو تخلد إسمك فيه سجل التاريخ بالنسبة للأهلي إنك أنت تتحقق رقم قياسي والتيم بتاعنا السنادي لسكواد بتاع الأهلي السنادي عنده أكتر من فرصة لكسر الأرقام القياسية أكبر عدد من النقاط فاز بيها الأهلي في مشواره في حسم بطولة الدوري كان 88 نقطة السنادي عندنا إن شاء الله بإذن الله وربنا كرام نوفقنا والعيبة مركزة كده لأي غيرت آخر لحظة في الدوري بعد ما نخلص بقى من فكرة الدرع وحسم البطولة ممكن نوصل 95 نقطة عندنا كلين شيتس أعتقد 23 مباراة رقم قياسي الشناوي عنده فرصة كبيرة جدا يدخل التاريخ من أوسع أبوابه لو كسر رقم ده وبالمناسبة الشناوي سيزن ده 19 كلين شيتس أكبر عدد من الأهداف سجله النادي الأهلي كان 75 هدف في موسم واحد إحنا السنة دي أو السيزن ده بنتكلم فيه 63 فأعتقد برضو عندنا فرصة كبيرة جدا نكسر الرقم ده بالإضافة كمان شوية أرقام خياسية فكة كده ممكن نعملها السيزن ده صار يمكن زي ما بتقولي أحمد يعني بعد ما رجعنا في فترة التوقف حقيقة كل أكيد كل الفرقة في كل العالم في تصاعد مستمر لأنه بعد فترة التوقف فترة كبيرة العيبة مش بتلعب بس دلوقتي كله كل ماتش بنشوف أداء أحسن من الماتش اللي قبله ويمكن ماتش الإسماعيلي فعلا في الشوط الثاني كان الأداء مطمئن ولكن هو ده طبيعي أحمد أنه يبقى فيه تصاعد في الأداء ده في كل أندات العالم يمكن النادي الوحيد هو كان بارني ميونيخ هو الوحيد اللي من بعد التوقف فعلا كان ماشي كويس قوي بس إحنا منتمنى طبعا أنه بإذن الله اللعيبة ترجع بكرة بإذن الله من إسكندرية بالدوري ونبارك بقى لحضراتكم رسميا إن شاء الله نقول لحضراتكم كمان الأهلي خلاص بياخد تمريره الأخير النهاردة استعدادا لمواجهة طبعا الاتحاد بكرة على ملعب برج العرب في منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز طبعا الفريق هيخد التدريبات على ملعب الفرعي لأستاذ برج العرب بعد ما قرر فايلر إن هو يفضل في إسكندرية وما يرجعش القاهرة بعد مباراة الإسماعيلي يمكن كمان أحمد فايلر بيدرس إن هو يعيد أحمد الشيخ للتشكيل الأساسي بعد مساجل الهدف الثالث في المباراة الإسماعيلي ده السبب الوحيد يعني أنا شايف إن الشيخ من اللعيبة اللي ماشى كواس قوي الفترة اللي فاتت ويستحق التواجد بشكل فرمة قوي الفترة دي عايز هو بيباني على اللعيبة على فكرة يعني يا حضراتكم من مستوى اللعيبة في أكثر من مباراة تقدر تحكم وتقيم إنه الراجل ده عايز يكون موجود ولا عايز يقدم حاجة لأهلي وجمهوره ولا لا والشيخ من اللعيبة دي اللي بقاله فترة كده تحس وأنا قلت الحقيقة من الأول خالص يعني من أول ما كلمنا بعد عودة الدوري إنه الشيخ من اللعيبة اللي عندها كرة كواس قوي والولد ده الحقيقة لو اشتغل على نفسه وموقفش على تطوير مستوى عند حد معين أنا أعتقد إنه الشيخ الحقيقة يصلح إنه يكون واحد من أكبر نجوم الكرة المصرية مش بس في نادي الأهلي بتكلم على مستوى مصر كلها فالراجل الحقيقة هيديله لأنه الراجل شايف إنه مقدم من بعد العودة كذا مقدم شيخ فيه مستوى كويس جدا حتى المطشات اللي غاب فيها للإصابة البسيطة اللي حصدته لما رجع تاني ما حسناش إنه الراجل راح بعيد جيرالدو طبعا علامة استفهام يعني الراجل اداله كتير جدا وأنا متفاهم طبعا أنه أنت عندك لعيب محترف عايزت استفيد به مش عايزت تكساره مش عايزت لكن أعتقد إنه الشيخ يستهلي بقى موجود على حساب جيرالدو في الفترة اللي جاية ونتمنى أنه جيرالدو يرجع نفسه لأنه برضو مقاوماته إلى حد كبير من ناحية السرعة والمهارة موجودة لكن في حاجة غلط في الكيميا بتاعته يعني في حاجة في التركيبة نفسها مش مفهومة بالنسبة